بس الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل تقدموا ذكر الجن على الإنس في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هل في ذلك دليل على فضل الجن على البشر لا ما يدل لكن قالوا أنه يدل على أن الجن أكثر من الإنس أن الجن أكثر من الإنس لذلك قدمهم الله أعلم نعم أولي أجل والله أعلم أن لا يجهد أحد ويقول ما فيه جن فقدمهم لأجل بيان تحقق وجودهم فالذي يقول ما فيه جن هذا كذب وهذا كافر عياذ بالله أنه مكذب لله عز وجل وما الذي يقول فيه جن لكنهم ما يدخلون في الإنسان إذن ما معنى قوله مجنون يدخل الإنسان وقوله جل وعلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس فهذا لا يكفر لكن يظلل ويخطأ هذا يظلل ويخطأ لأن هذه مسألة خفية قد لا يتبين لبعض الناس فلا يكفر من أجل ذلك أما من يمكن وجود الجن أصلا يقول ما لهم وجود هذا اعتبروا كافر لأنهم مكذبوا لله و للرسول نعم